الخطوة دي هتكون منظمة وشارسة ضد السعودية طبقاً للي قاله الموقع الروسي اللي قال كمان إن المملكة فجأت العالم من خلال تحملها الناجح والثابت لأسعار النفط رغم الضغط الأمريكي وتعاونها الحالي مع الصين وبالتالي لازم المملكة تعرف إن أمريكا هتحط مصالحها مع الصين في خطر وهيتم تفجيرها أو الاعتداء عليها زي ما حصل في تفجير أنابيب السيل الشمالي الروسي خط نورد استريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تلاقي كده خبر بيقول إن السعودية بتعرض الوسطى بين الصين وأمريكا لتهدئة التوترات المتساعدة سياسياً فبكل تأكيد هتلاقي نفسك من جواك سعيد إن بلدنا وصلت للمرحلة اللي تخليها النهاردة يكون لها كلمة بين الدول العظمى للدرجة اللي تخليها تتوسط بينهم لحل أي خلافات ومشاكل وكمان ده مش أول خبر عن إن دولة من دول التحالف العربي بتتوسط للقيام بعمل زيدة لكن قبل كده كان فيه طبعا دعوات مصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسط بين روسيا وأوكرانيا وكمان دعوات إماراتية لنفس السبب وتوسط سعودي إماراتي لإعادة بعض الأسرى بين الجانبين الروسي والأمريكي والمكانة دي طبعا ما جاتش من فراغ لكن جات نتاج جهد وعمل من القادة ومواجهة حقيقية لكافة المؤامرات اللي بتحاك ضد بلدنا في منتدى ديفوس الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في سويسرا تم سؤال الوزير السعودي محمد الجدعان وزير المالية عن أكتر شيء يقلقه في عام 2023 فصرح الوزير عن خوف المملكة من التوترات الحالية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتنافس الحالي القائم بين الصين وأمريكا وأكد إن المملكة ممكن تكون قناة اتصال بتربط بين أمريكا والصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حاليا ودعا الوزير لحوار مفتوح لتجنب التصعيد وإن الدول في العام الجديد محتاجة إنها تركز على التعاون والتعاون فقط وإنها تتجنب مزيد من التوترات السياسية وإن موقف السعودية بخصوص القضايا دي كلها موقف واضح ومعروف وسبق وأعلنته المملكة في الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات الأخرى تم أيضا سؤال الوزير الجدعان عن قدرة المملكة على إنها تكون قناة اتصال بين الصين وأمريكا فرد وقال إن المملكة لها علاقات وثيقة مع الصين ولها كمان استراتيجية مع أمريكا وبالتالي المملكة عندها قدرة على إزالة اللبس وتخفيف التوتر وسد الفجوة بين الجانبين الحقيقة إن العرض اللي بتقوم بالسعودية حاليا سبق وأعلنته أكتر من مرة وسبق وأكدت عليه بضرورة تخفيف التوترات بين الصين وأمريكا وده مش حبا في أمريكا ولا عطفا على الصين ولكن لعلم المملكة وضرأيتها تماما بكيف تدار السياسة الدولية وإزاي الحرب دي ممكن تأثر عليها مش من النواحي الاقتصادية في ظل إن المملكة هي الشريك الأكبر للصين في الشرق الأوسط فقط ولكن في ظل إن بسبب الحرب دي ممكن تقوم أمريكا باصطناع حروب أخرى وتوريط دول في المنطقة زي الحرب العربية مثلا ضد إيران من أجل ضمان تفتيت حلفاء الصين وروسيا في الأيام القادمة سواء السعودية الحليف الموثوق والصاعد أو إيران الحليف الأديم والخادم الأصيل للأجندة الروسية والصينية بدليل اتفاقية الاستثمار أو الاحتلال الصيني المقنع لإيران لمدة 25 سنة الحقيقة الكلام ده نشر موقع RT الروسي النهاردة وقال إن الحرب على روسيا حاليا تم فيها إلقاء دول غير نووية ما بتتبعش دول الناتو من أجل الاشتباك مع روسيا وإن نفس الشيء هيحصل مع الصين من قبل تحالف أوكوس العسكري المضاد للصين وهيتم فيه استخدام دول غير نووية زي كوريا الجنوبية واليابان مثلا والدليل قيام اليابان باستراتيجية الأمن القوم الخاص بها وكمان نيتها لمضاعفة قدرتها العسكرية وميزانيتها الدفاعية وكوريا الجنوبية ماشية على نفس النسق ده فبيقول الموقع الروسي إن العرب لو متخيلين إنهم تجنبوا المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية فلازم يعرفوا إنهم مش هيقدروا يتجنبوا المشاركة في الحرب الصينية الأمريكية وخاص بالذكر طبعا مصر والسعودية وإنه في سبيل ذلك هتحاول أمريكا القيام بحرب ضد إيران قبل موعد الحرب الأمريكية بالوكالة على الصين علشان تنهي التعاون العسكري بين روسيا وإيران وتوقف بيع النفط الإيراني للصين وتقطع إيران اللي هي جزء من نقطة الاتصال بين آسيا وأوروبا وإن الحرب دي هتكون زي تمهيد الأرض قبل قيام الحرب الأمريكية ضد الصين بمعنى إن أمريكا هتقلم أظافر الدول الحليفة للصين علشان سيناريو الحرب الروسية الأوكرانية ما يتكررش تاني وتقوم إيران أو دول شبيهة بها بتزويد الصين بالسلاح أو النفط زي ما حصل مع الروس وإنه في سبيل ده مش مستبعد إطلاقا إن أمريكا تدفع دول الخليج العربي من خلال أساليبها المعتادة وغير المباشرة للانخراط في الصراع بين الدول العربية وإيران في ظل إن الصين بتستورد أكتر من 70% من النفط اللي محتجاه من الدول العربية في الخليج العربي وبالتالي من مصلحة الصين إقصاء الدول النفطية العربية سواء بسيناريو الحرب مع إيران أو بسيناريو حصار بحري مكثف لشل إمدادات النفط العربي للصين من خلال قناة السويس وإيقاف النفط عن الصين وحرمان العرب من عائدات النفط الحالية وإن ده ممكن ما يكونش في المراحل الأولى من الحرب ولكن ممكن يكون في المراحل التالية على حساب سيناريو الصراع هيوصل لفين والصالح مين الخطوة دي هتكون منظمة وشارسة ضد السعودية طبقا للي قاله الموقع الروسي اللي قال كمان إن المملكة فجأة العالم من خلال تحملها الناجح والثابت لأسعار النفط رغم الضغط الأمريكي وتعاونها الحالي مع الصين وبالتالي لازم المملكة تعرف إن أمريكا هتحط مصالحها مع الصين في خطر وهيتم تفجيرها أو الاعتداء عليها زي ما حصل في تفجير أنابيب السيل الشمالي الروسي خط نورد استريم بيقول الموقع الروسي كمان نفس كلام الوزير السعودي محمد الجدعان بيقول إن المملكة حتى الآن تلعب دور الانفتاح على كل الأطراف وجميع الجهات وسواء ده كان انفتاح أو بيزنس فنوصل كلنا للحظة لازم كل الدول تختار المعسكر اللي هتحارب فيه وهتحارب ضده وإن المرادة مختلفة في ظل إنك مش هترفض سياسة معينة لصالح المصالح الأمريكية أو إنك هتشارك من بعيد لبعيد ولكن هتشارك في الخطوط الأمامية للقتال وهتضحي من أجل مصلحة أمريكا اللي هتكون بعيدة عن خط المواجهة والصراع ومش هتدفع فيه شيء وهتستفيد من خلاله الحقيقة أنا ذكرت لك الكلام ده علشان أقول لك ليه الوزير السعودي أكد على الانفتاح السعودي بين الصين والأمريكان سواء بالعلاقات والتجارة والنفط والسلاح والصفقات أو بمحاولة إن المملكة تكون وسيط بين الجانبين علشان أكد لك من خلال الكلام ده إن السياسة بحر واسع وإن أي حد مهما كان ماهر ممكن يغرأ في البحر ده بكل سهولة ومش معنى كلامي إن كل كلام الموقع الروسي صحيح ولا كل كلامه غلط لكن المغزى دايما إن القادة بيلعبوا على كل الاحتمالات وعارفين إن تأثير الحرب الصينية القادمة مش هتكون نفس التأثير الحالي للحرب الروسية في ظل صادرات النفط العربية وإن اللي هيصمم الحرب القادمة وسيناريوهاتها هيحاول إنه يتجنب الفشل الحالي في الحرب الروسية الأوكرانية ومن ضمن الفشل ده الفشل في حشد مواقف الدول لصالح الموقف الأمريكي وده واضح جدا في الشرق الأوسط من أول حلفاء أمريكا وأقرابهم إسرائيل لأبعد الدول عن سياسة أمريكا وتوجهتها حاليا فهتلاقي نفسك بتواجه مجموعة أسليب مهجنة ما بين الضغط والردع والعقاب والابتزاز وغيرها من الأسليب اللي هتقود في النهاية لهدف واحد فقط هو إن الموقف الأمريكي يكون أقوى من الموقف في الحرب الحالية وإن الأمور تحسن في أسرع وقت وبأقل تكلفة على الأمريكان وأكبر مكاسب علشان كده لازم إحنا كشعوب يكون عندنا وعي وانتماء ودعم لقيادتنا لأن اللي بيحصل في الكواليس أكبر بكتير من اللي ممكن نشوفه أو نحلله أو نكتشفه ومش هيبقى إحنا والضغوط الدولية يعني والتوترات اللي بتحصل دي كلها عب على قادتنا وعلى سياسات بلادنا ربنا يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ مصر ويحفظ الإمارات ويحفظ البحرين ويحفظ تحالفنا العربي وكل بلادنا العربية ويوفق حكامنا جميعا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا